فضائع مروعة بسبب الاحتلال الإسرائيلي تحدث عنها أربعة أطباء غربيين زروا قطاع غزة في الأشهر الأخيرة مؤكدين إن النظام الرعاية الصحية في غزة انهار بشكل تام بحسب وكالة رويترز للأنباء فإن أطباء أربعة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عملوا مع فرق في غزة لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري هناك في أكتوبر الماضي مخلفا حتى الآن نحو 32 ألف شهيد وأربعة وسبعين ألف مصاب مع نزوح لما يقرب من مليونين وثلاثمائة ألف شخصة فضلا عن مجاعة حقيقية ودمار شامل وكامل أحد هؤلاء الأطباء نيك ماينارت وهو قراح زر غزة آخر مرة في يناير مع مؤسسة المساعدة الطبية الخيرية البريطانية للفلسطينيين أوضح أنه رأى طفلة مصابة بحروق شديدة تعاني دون وجود دواء لعلاجها طبيب آخر إخصائي في الرعاية الحالية في المجموعة الإنسانية ميد جلوبال وصف طفلة أخرى في السابعة من عمرها تصل إلى مستشفى غزة الأوروبي مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في 40% من قسدها بعد أن أدت غارة كوية إسرائيلية على منزلها إلى مقتر والدها وشقيقها وإصابة والدتها الأطباء أكدوا أنه في حالة حدوث غزو إسرائيلي كبير لرفح الفلسطينية فإن الأمر سيكون مروعاً وسنرى أعداد القتلى في تزايد